فمرة النجاح تأتي بعد الصبر الطويل اتكلموا كتير وقالوا نهاية الربح من اليوتيوب منصة اليوتيوب بتقع زهقنا من منصة اليوتيوب كتير من الناس اتجهوا للمنصات الأخرى للتيك توك وكواي والفيسبوك وكل المنصات دي لأنها منصات سريعة الربح ويقولك حط رابط وحطوا لأصدقائك هم يضغطوا على الرابط انت تربح وهم يربحوا وثقافة الناس كمشاهدين بدأوا ان هم يهتموا بالفيديوهات القصيرة بدأت الناس معظمها تتجه للمنصات الأخرى دي علشان هي شغلها هو الفيديوهات القصيرة وبالتالي اثر بشكل كبير على اليوتيوب وطبعا احنا كمنشئ محتوى او بنقدم محتوى شروحات قلنا الحقوا يا ناس نهاية الربح من اليوتيوب واحنا تكلمنا وقلنا ان اليوتيوب ده ما هواش بقالة وديت شركة كبيرة جدا وما تقولوش كده عليها وانتوا ربحتوا منها كتير واستفدتوا كتير كمنشئ محتوى فما تجوش دلوقتي تتكلموا وتقولوا نهاية الربح من اليوتيوب وتوجهوا الناس لمنصات أخرى تحديثات اليوتيوب 2023 كلام مهم جدا وتفاصيل مهمة جدا مش بس هكلمك على موضوع ان انت هتربح من الفيديوهات القصيرة لا في حاجات مهمة جدا جدا هوضحها لك وايه الاستفادة من موضوع تفعيل الربح على الفيديوهات القصيرة وهيأثر ازاي على قنواتنا كمنشئ محتوى والناس الموجودين على المنصات التانية اللي خرجوا وسابوا اليوتيوب هيعملوا ايه والفترة اللي جاية نتوقع ايه اللي هيحصل على قنواتنا على اليوتيوب وكمان هنتكلم عن نقطة تقليل شروط الربح من اليوتيوب اللي هي الف مشترك وارباح تلاف ساعة مشاهدة هل ده فعلا هيحصل ولا لا ركزوا معنا وخلينا دخل على الجهاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب سنمم لفراغت دي شوية هزالت ميلي شوية عشان مشاهدة تزيد تمام يلا نبدأ لو انت اول مرة تشوف القناة قدامك دي قناة مهتمية بشروحات لعالم واسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشروحات مرامج ومونتاج هتلاقي عندك تحت هنا كده تلاقي في زر الاشتراك تقدر تشترك في القناة وتفعل الاشعارات على الكل لو انت مهتم بهذه القناة ولو انت مشترك في قناتنا وما بجيلكش اشعارات منها فتقدر ان انت تلغي اشتراكك وتشترك في القناة تاني مرة وتفعل اشعارات على الكل عشان يصلك اشعارات من فيديوهاتنا اكيد طبعا معظم او كل منشئ المحتوى على اليوتيوب اصحاب قنوات اليوتيوب بيكونوا منتظرين اي تحديث جديد يكون مفيد لقنواتهم لزيادة المشاهدات زيادة الارباح زيادة المشتركين لتسهيل شروط الربح من اليوتيوب كل الحاجات دي كلنا بننتظرها تمام جدا كويس طبعا ده تم ذكره في نيويورك تايمز نيويورك تايمز ده اللي هو الصحيفة الامريكية المشهورة اللي طبعا ما بتطلعش اي حاجة لما يكون عندهم مصدر للكلام ده ومتأكدين منه تكلموا وقالوا نيويورك تايمز قالك يعني ايه الكلام ده وقالوا ايه وايه اسباب الكلام ده كله خليكم معنا النيويورك تايمز قالك ان ده هي عبارة عن يعني زي تاسريبات كده او هم عرفوا من الانترنال سورس بتاع اليوتيوب او اليوتيوب الداخلي او فريق العمل اليوتيوب الداخلي فاكيد طبعا معلماتهم موثقة او هم معلماتهم مؤكدة لان طبعا ديت يعني حاجة مش قولية لان النيويورك تايمز تتكلم عن الموضوع ده زي ما انتم شايفين كده انا بعرض جنبي مني الكلام اللي هما كتبوه ولكن بقولوا كده معناته ايه بالعربي كده بطريقة مبسطة ونشوف تأثيره ايه ركزوا معنا معلش قالك ان اليوتيوب بدأ ان هو علشان المنافسة الشديدة اللي هي على التيك توك وي كواي معظم الناس بدأوا ان هما منشئ المحتوى يتاجهوا لتيك توك وكواي لان طبعا هناك فيديوهات قصيرة وسهلة وكمان المشاهد حاليا بقى مهم مهتم جدا بان هو يشاهد فيديوهات قصيرة وبالتالي ده اثر على مشاهدات اليوتيوب فبدأ الناس والارباح طبعا على اليوتيوب فمنشئ المحتوى نفسه اتأثر على هذه المنصة وكمان اليوتيوب نفسه اتأثر في نقص الارباح وبالتالي بدأ ان معظم الناس او كثير من الناس يتاجهوا للمنصات التانية فاليوتيوب دخل في منافسة قوية جدا معاهم واحنا قلنا قبل كده ان اليوتيوب ده منصة مش قليلة في الوقت الصح في الوقت اللي هو خلاص كل الناس يكون زهقت والناس كلها بقى مش عارفة تشتغل على اليوتيوب اليوتيوب هيجيب لك كده قرار او تحديث جديد يخليك ان انت تشتغل وتعرف ان ده منصة قوية فقال لك علشان المنافسة مع التيك توك والمشاهد بقى مهتم كتير بالتيك توك حتى كمان انت لما تعمل فيديوهات قصيرة حتى على اليوتيوب برضو في بعض القنوات ما بتجيبش مشاهدات برضو فبالتالي الناس بدأت متجهة بدأت انها تكون متجهة للتيك توك كوي والكلام ده كله فاليوتيوب قال لك ان احنا هنفعل الربح على الفيديوهات القصيرة لان طبعا صندوق التمويل المالي اللي هو اللي كان اليوتيوب مخصصه للربح من الفيديوهات القصيرة كان اليوتيوب تكلم عنه وبيبدأ انه يدي المنشئ المحتوى تبقى لصندوق التمويل المالي وتبقى للمعايير اللي هم حطنها ففي نهاية 2022 خلاص صندوق التمويل المالي للفيديوهات القصيرة خلاص هيتوقف فاليوتيوب لان حل هذه المشكلة والاهتمام يعود تاني لمنصة اليوتيوب هو ان يفعل الربح على الفيديوهات القصيرة هيفعله ازاي ويكون شكله ايه لسه التفاصيل مش واضحة لسه اليوتيوب دفسه لم يصرح عنها ولكن خلينا نقول ده اهميته ايه انت كمنشئ محتوى هتستفيد ارباح من الفيديوهات القصيرة وبالتالي هتبدأ ان انت تعمل فيديوهات قصيرة كويس جدا طيب الناس اللي هم خرجوا من اليوتيوب بدأوا ان هم يتجهوا للتيك توك وكوي اللي هم منشئ المحتوى اللي هم زي حالتنا كده هيبدأ ان هم او هيبدأوا ان هم يرجعوا تاني لليوتيوب هيبدأوا ان هم يهتموا اكثر باليوتيوب فطبعا ده هيزيد التفاعل على اليوتيوب هيبدأ المشاهد برضو يدخل معاهم على اليوتيوب فبالتالي هيصبح ان الموضوع هيبقى اليوتيوب هو بالضبط زي التيك توك بالنسبة للفيديوات القصيرة وبالتالي هيبقى فيه اهتمام بالنسبة للمشاهد وبالنسبة لمنشئ المحتوى على اليوتيوب وبالتالي الفيديوات القصيرة هي مستقبل اليوتيوب فانت كمنشئ محتوى لازم ان انت ترفع فيديوات قصيرة على قناتك اولا انت هتستفيد ارباح من الفيديوات القصيرة إبا أنها تكون عن طريق اللي هي السوبر ثانكس مثلا أو التشكرات هتكون تحت الفيديوات القصيرة أو عن طريق إعلاناتها تظهر أو عن طريق أي حاجة بقى أو عن طريق سوبر شات عن طريق معرفش إيه المهم أنها هيكون في ربح من الفيديوات القصيرة على قناتك على اليوتيوب وكمان الفيديوات القصيرة أصلا إحنا قلنا قبل كده أنها من الأشياء اللي هي يعتبر بمثابة إعلان ترويجي مجاني على قناتك فإنت لما تعمل فيديوات قصيرة وتظهر للناس وبالتالي ده بيزود لك عدد المشتركين على قناتك وهتزداد طبعا أرباح ومشاهدات على قناتك طب انت هترجع وتقول لي دلوقتي هل أنا أعمل فيديوهات قصيرة على قناتي هل ده هيأثر على قناتي ولا أعمل قناة تانية مختصة بالفيديوهات القصيرة أقول لك ده قرارك انت ولكن لو الفيديوهات القصيرة لها تأثير على القناة ما كانش اليوتيوب أصلا يعني عمل الموضوع ده أساسا يعني ما تقولش ده أنا عندي فيديوهات طويلة فبالتالي ما اعمل فيديوات قصيرة لا الكلام ده كان ممكن انت تفكر فيه قبل كده بعد التحديثات الجديدة لما مشاهد يظهر قدامه الفيديو القصير بتاعك تمام كده كان الاول خلاص هو هيخترح ليه فيديوات القصيرة فقط لان المشاهد ده هو فقط مهتم في فيديوات القصيرة بعد التحديثات الجديدة ان لو مشاهد لو محمد لو علي شاهد فيديو قصير ليه هيبدأ اليوتيوب برضو يقترح له ويرشح له الفيديوات الطويلة عندي على قناتي وبالتالي الخوارزميات حصل فيها تحديثات التحديثات دي بتبين وتظهر وتوضح ان الفيديوهات القصيرة هتقترح مع الفيديوهات الطويلة وبالتالي ده هيكون ليه تأثير ايجابي كبير جدا على قناتك فانت صاحب القرار ان انت ترفع على نفس القناة وترفع على قناة تانية طب نفترض ان انت عايز تعمل قناة الفيديوهات القصيرة اوكي ده يعني راجع لك انت ولكن برضو قناتك اللي عليها فيديوهات طويلة محتاجة فيديوهات قصيرة لانها هجيب لك مشتركين وهتزود التفاعل على قناتك فلازم ان انت ترفع فيديوهات قصيرة على قناتك هتقول لي ان انا ارفع كل كام يوم فيديو ارفع ان شاء الله حتى ترفع كل يوم ارفع كل يوم فيديو قصير وكل مثلا يومين فيديو طويل او كل ثلاث ايام فيديو طويل انت على حسب محتوى قناتك من تمكن يكون محتوى قناتك هو مهتم بالترند كل نصف ساعة ترفع فيديو على حسب محتوى قناتك انت شايف ان انت المشتركين اللي عندك كمان مش هينزعجوا من كثرة الفيديوهات على قناتك فانت ممكن كل يوم ترفع لك فيديو قصير وممكن مثلا كل يومين 3 ترفع لك فيديو طويل ده بالنسبة للفيديوهات القصيرة واهتمام اليوتيوب بيها علشان ينافس المنصات التانية هقول لهم انا موجود اهوت تعالوا بقى يا جماعة يا منشئ محتوى اللي خرقتوا من اليوتيوب واللي دخلتوا على التيك توك وعلى كواي وعلى الفيسبوك وعلى الكلام ده كله هترجعوا لي تاني لان انا هخليكم تربحوا من اليوتيوب وهخلي الاهتمام هيكون بالفيديوهات القصيرة على اليوتيوب وده احنا وضحناه في فيديو قريب ان اليوتيوب بدأ يهتم بالفيديوهات القصيرة وكمان زاد اهتمام ان هو يضيف تبويب خاص بالفيديوهات القصيرة هيكون موجود في الصفحة الرئيسية على قناتك جنب الفيديوهات والمنتدى والكلام ده كله هيكون موجود فيه تبويب خاص بالفيديوهات القصيرة اكيد ده كان تمهيد في ان هو يبدأ ان هو يفعل الربح على الفيديوات القصيرة الفيديو اللي احنا شرحنا فيه موجود في الوصف وهتكون موجود في التعليق المثبت اللي محدش شافه موضوع بقى اللي الناس بتتكلم فيه وهو موضوع تقليل شروط الربح من اليوتيوب اللي هي 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة طبعا ما فيش حاجة يعني نستند عليها في هذا الامر ولكن وارد يحصل ده وارد ان اليوتيوب يقلل عدد المشتركين مثلا ل500 مشترك و2000 ساعة او 400 مشترك و1000 ساعة ما فيش حاجة لسه ما فيش مصدر اقدر استلد عليه طبعا الكلام ده ذكر في بعض القنوات الاجنبية تمام ذكر في بعض القنوات الاجنبية زي مثلا قناة فيد اي كيو اللي هو القناة اللي بتاعة الفيد اي كيو كانوا بتكلموا على النقطة دي وفيه برضو قنوات اجنبية بسيطة اتكلموا على الموضوع ده ولكن هل الموضوع ده هيتم ولا لا الله اعلم ده اللي احنا نعرفه في الايام القادمة ولكن اهتمامنا الشاغل هو بموضوع الاهتمام بالفيديوات القصيرة على قناتك على اليوتيوب شكل الفيديو القصير هيكون ازاي وانت هتعمله ازاي وشروط وايه وكل الكلام ده كله ده اللي احنا نتعرف عليه احنا بس بندكم نبزة عن الموضوع فابدأ ان انت هتم بالفيديوات القصيرة على قناتك ارفع فيديوات قصيرة كتير على قناتك وان شاء الله قناتك هيزداد التفاعل عليها منصة اليوتيوب بشكل كامل ان شاء الله الايام القادمة هيزداد التفاعل علاه زي زمان نعرفين الفترة الماضية كده من سنة أو من سنتين كان اليوتيوب ده عليه تفاعل اكثر من دلوقتي فان شاء الله اليوتيوب يرجع تاني زي الاول واكثر لانه مشكلة اليوتيوب مشكلة اليوتيوب ان المشاهد مهتم بالفضارات القصيرة مشكلة اليوتيوب في المنصات التي طلعت ديتTs η prestigiousКА علشiday الربح والكلام ده يقول لك وكالة تدخل مع وكالة يقول لك معرفش ازاي تربع تحط رابط وازاي تربع كل الكلام ده اليوتيوب هيعمله لك ان شاء الله على بنصة اليوتيوب فبالتالي الناس هيبدأوا يدخلوا هنا زي ما وضحت لكم مش عيد الكلام تاني اهم الفيديوهات اللي انت تستفيد منها ازاي ان انت تعمل قناها على اليوتيوب وازاي تنسأها وازاي ان انت تستهدف صحها على بنصة اليوتيوب وازاي ان انت تفعل قناتك على اليوتيوب من انشاء ادسنس ورابطه مع القناة وتفعيل القناة خطوة بخطوة بالموبايل وكل الشروحات المهمة هتلاقوا موجودة في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت ولو انت دخلت بحثت فيه على اليوتيوب في البحث كده وكتبت مثلا انشاء اتسانس اكتب جنب منه العلم والتكنولوجيا يظهر لك الفيديو انشاء قناه العلم والتكنولوجيا اي حاجة تحتاجها اكتبها وكتب جنبها العلم والتكنولوجيا هيظهر لك الفيديو بدل ما تتعب وتدور على فيديوهات تحياتي لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة